اشتركوا في القناة ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وبيط الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله عباد الله اليوم سنحدث عن حديث في المخاري وإن هذا حديث هو مجرد لأكل مننا لإمكاننا هذا الصحيح الذي يطلقه الله سبحانه وتعالى يطلقه كل يؤمن يطلقه هنا في هذه الحياة إذا أصبح 40 أو 50 دقائق الناس يعتقد أنهم سيأتي ونعرف أن يكون الزوالة من ميلي مننا ما سيكون الزوالة عندما يكون الزوالة فقط من ميلي من الناس نعلم الله سبحانه وتعالى لن تساعد كلنا على ذلك على ذلك يوم الزوالة عندما يكون كل الناس في بلد مكان لا يوجد ملابس لا يوجد ملابس لا يوجد ملابس لا يوجد ملابس لا لكن هناك فقط في ذلك يوجد ملابس ويوجد ملابس ويوجد ملابس لذلك يوجد ملابس لا يوجد ملابس لأنك تكون ملابس لتحبون لتحبون هذا ملابس عندما لا يوجد ملابس سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملابس كما رحمة للعالمين أخبرنا من يكون من يكون في ملابس الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عند حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلاني تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أو ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا لذلك أبو هريرا رضي الله عنه نراتي قال بصدق الله سوف أعطى إلى المساجد على المساجدين لا يوجد المساجدين السبب أو المساجدين أو المساجدين أو المساجدين أو المساجدين بصدق أخاف الله نجد منصب من يجب أن يحب المسكة في المسكة في المسكة في المجتمع من أجل أشخاص الذين يحبونون مجموعة فقط لأسفة الله وأنهم يجبون وشعرون في المسكة الله من يجب أن يتبع المسكة للمسكة المسكة لأن تحب المسكة معها ويقول أنا أخذ من الله سبحانه وتعالى أحد يسعى أحياناً يسعى أحياناً أنه لا يعرف ما يسعى أحياناً لا أحد يعرف ما يسعى أحياناً والآخر يسعى أحياناً يسعى أحياناً يسعى أحياناً هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أحياناً عن هذه الأحيان وأنا أفهم أن عندما يتحدث عن هذه الأحيان يسعى أحياناً لنا أحياناً لتعاقبه وها أحياناً لأنها أكون أحدهم لأنه يسعى أحياناً عندما تتحدث عن هذه الأحيان لا يوجد أن أي تصدقاء يمكن أن يكون من هذه الأحيان يمكن أن يكون أو يمكن أن يكون كل المسلمين بإذن الله إذن الله إذن الله إذن الله منهم؟ الأولاً أمام عادل أمام عادل ونفهم أن المعادل أمام عادل أولوان في أولاد الناس لأنه إذا كان يحيق المقاومة بيحامه سيتم إفتح الناس سيئ لحيث السيئ وعندما يحيي المقاومة بيحامه وليس هناك أزداد أن يحيي المقاومة بيحامه سوف يحب الحياة سوف يحب المقاومة بيحامه إلا إلا الإسلامة كل الناس ستشعر بإجراءة كل الناس ستشعر أنهم يملكون حقاتهم إذا كان الله سبحانه وتعالى بلسه هذا المرحل مع عدد مثل المكوناة أو المرحل أو أي شيء ثم كل الناس ستشعر لأن الوحيد الذي يللل في هذا المرحل يللل في إلا الإسلامة وهي واحدة الأهمية الأهمية في الإسلام الله سبحانه وتعالى قررت كلنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا قلتم فعدلوا لذلك الله سبحانه وتعالى يقول أنه قررتنا أنك يجب أن تستطيع الوحيد وأن تكون صحيحين وكما تتحدث يجب أن تستطيع الوحيد وكما تستطيع الوحيد وكما تستطيع الوحيد محمد صلى الله عليه وسلم عندما تبحث عنه سيره سنجد أنه تستطيع الوحيد إلى الأمم وكما تستطيع الوحيد وكما تستطيع الوحيد أمير المؤمنين هذا هو أنك يستطيع الوحيد لو أنك يستطيع الوحيد وكما تستطيع الوحيد لذلك لا يمكن أن يدفع بهذه الطريقة. لذلك الحكومة مهمة في الإسلام. وعندما نتحدث عن الحكومة نتحدث عنها أو نتحدث عنها من الناس ولكن عندما يتحدث لنا نتحدث عنها. لذلك نتحدث أن كل الناس يقول لبعض الحكومة لا تحدث عن الحكومة. ولكن ما هي رفعا احيانا لك؟ هل تستطيع جميعا مع احيانا وخبارتك عاما هذه الناس محلتك عاما؟ لذلك أسرف الدناء جميعا اعطى عشر. هل تستطيع جميعا نتحدث عن البعض؟ أجزاء، وسائزة، هي حالة المستخدمة، يجب أن يكون لديمها من الخلق إلى الخلق في الوائف، في العمل، في المتجميع، في المسلوب، في مدينة، في المصدور أو في كل مكان هناك علاقة بين الناس، هناك علاقة بين الناس، يجب أن يكون لديمها الآن هذا الشخص الذي يستخدم هذا في حياته خاصة الإمام العادل يجب أن يكون لديه المشكلة من الله سبحانه وتعالى الثاني الثاني يتبعون في عبارة الله سبحانه وتعالى الآن عندما تظهرنا في عبارة الله سبحانه يتبعون من كل مكان لماذا؟ أن يكون جيدين؟ أن يكون جيدين؟ لا عندما تظهر إلى كل مدينة كل مدينة التي تتبعون على عبارة الله سبحانه لأول مالذي لأسردهم لتنمجهم لأنهم يفترضون من الطريق هذا لذلك سوف تجد الأفضل المعالجين المستخدمين الذين يكون في المقلين السحرين لماذا؟ لأن هذا المشكلة من كل هذه المدينة التي تتبعون علىهم الموسيقى الفيلم المتينة المتابعات آنها ، chúngنا أر emционان أجابنا كما المسلمين ستعدger THIS أجاب أنكن في خوك الله سبحانه وتعالى هذا هو مهمًا . المهمor feelings السجurious المسجد , المهم الخارجين الخارج من المهلابس الكريبي وللكل من اللحة وبهذا الشركة ستعد culmin audience salivاء أغراده في المraktion. Now we have to prepare that programs to save our children, to save our youth from all of this corruption. Otherwise, the next generation will dissolve in this corruption and they will use their deen, they will use their imam and they will be just as those you see them, يدرنك في صفحة وصفة صفحة وصفحة يقوم في الطريق يفعل كل الأشياء الحرام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدفعنا في هذا الحديث أن الشاب النشأ في طاعة الله الناس الذين يأخذ في الله سبحانه وتعالى إنه مجموعة للناس وكذلك إنه مجموعة وكذلك الذين يأخذون هذه الناس على الإسلام لأنه عندما تحضر الناس هذا يعني أنك تحضر الناس إذا كنت تحضر الناس هذا يعني أنك تحضر الناس الثالث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم قال أخير من أجل أنه يحضر إلى المسجد هذا يعني أن هذا الناس الذي أحب أن يأخذ إلى المسجد يأخذ من المسجد الذي يأخذ في المسجد الله سبحانه وتعالى يأخذ في القرآن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرة يأخذ في المسجد هم المسجد هم المسجد التي أدخل في المسجد هذا المسجد الله سبحانه وتعالى أخذها لفشب الله سبحانه وتعالى وأن المسجد لله فلا تدعو مع الله أحدا سوف نجد المسجد ماشاء الله في كل مكان في مكان قليلا مثل هذا، ربما سوف نجد 6 أو 10 المسجد في المسجد المسجد ماشاء الله المسجد مقابلًا بسبب أن إنها خطبة خطبة والمسجد مقابلًا ولكن تأتي إلى أخرى فجر ، دور ، حصر ، مغرب ، عشان ، سوف نجد بعض الناس يأتي وأنا لا أفهم بعض الوقت كيف يعتقد المسجد المسجد عندما يكون رمضان ، تراويح ، وهو سنة ، تراويح السنة ، ليس فرد سوف تجد أن الناس يفعلون كل المسجد أن يأتي إلى تراويح ولكن عندما يكون فجر ، وهو فرد ، لا يأتي لا يترستيدي لفرد سنة ، ويدنا أرى الناس إلى المسجد هو أن المسجد أن المسجد هو دور سيحبًا عندما ت curated attitude إلى المسجد هذا يعني أن أنك تكون متحق على الجميع لأن من يأتي إلى المسجد؟ الجميع لست أرى الناس يأتي إلى المسجد للا يتعرف이나 ألمسجد لذلك عندما تأتي إلى المسجد تجدون من الناس صحيحة. الناس صحيحة. عندما تضحون معهم تتضحون مع الناس صحيحة. وإذا نعود إلى المصدر الأولى عندما يبدأ الناس إلى المسجد معاً، فهذا الناس ستعلمون لفعل الأشياء صحيحة. لا تتعلمون لفعل الأشياء الأشياء. لذا هذا الحديث هذا الحديث هو إعجابة لكل منكم الذين يستمتعون اليوم. هل أريد أن أكون خلال الله سبحانه وتعالى؟ دعونك أشياء على المسجد. لا دعونك أشياء على المنزل أو على المنزل أو على المنزل أو على المنزل أو على أي مكان يجب أن تذهب الناس أن تتعلمون الصلاة وأن تتكلمون عندما يأتي المنزل لأنني أريد أن أعود مرة أخرى. من هذا الطريق إذا كنت تتعلمون على المسجد هنا في الدنيا هذا سيستمتعون على المنزل عندما لا يستمتعون المنزل ثم ستكون في المنزل من الله سبحانه وتعالى المنزل 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 دائما بين consumer. The relations between people must be أخوة أخوة إيمانية. When we say أخوة إيمانية we mean by that that the people they love each other on the base of إيمان. They don't love each other for the base of wealth or the color or the country or the origin or even sometimes the tribe of the country or وطرق coração أو منضطة الطاقة العبر من الأضفادة الرب بعد祝 Govern من الشمس والsin أرخ Plan والفريق من الشمس الشمس أGrوان من السفر الرب Rise لم يحصلون هؤلاء إنها من أسيا أو هذه أفريكية ثم بعد ذلك أفريقاء من هذا الدول همون الأفريكاء من الأزار المنزل همون ثم يتحولون إلى الأسل والأنهم عن الأزار من تلك أجل سيأتي ستقومن هذا أنه ما يستطيع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون أخوة، لم يقول إنما العرب أخوة، أو إنما الأفريق، أخوة، أو أخوة أخوة، لا، أخوة المؤمنون، إذا كنت تعتقد أنك مؤمن، تأخذ منك، فالكل شخص يتبعون معك، يتبعون في ما تؤمن، هو أخيك، فالتبعون له بما تحصل إلى هذا، أي أيضاً من خلال، في مدى، في مدى، في مدى، في مدى، في مدى، في مدى، هذا لا يوجد شيء للمشاهدة من الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها مُتنا، دعوها، فإنها مُتنا، دعوها، فإنها مُتنا، لا تقلق، لذلك أي مدى، فإنها مُتنا، فإنها مُتنا، سوى جميع المُتنا، فإنها مُتنا، أو المَوَر، فإنها مُتنا، فإنها مُتنا، النبي صلى الله عليه وسلم، قال له، هذه مُتنا، فإنها مُتنا، لأنهم ستقومون إلى جنة، أبداً ستكون في المدينة الله سبحانه وتعالى لأنه عندما يحبون أحدهم يحبون أحدهم لبناء الله وهذا من السنة إذا أحبت أخيك لبناء الله اذهب إلىه و أخبره إذا أحب أحدكم أخا فليخبره أنه يحبه لذلك عندما تحب أخيك اذهب إلىه أخيك لبناء الله سبحانه وتعالى هذا سيجعل أحب المحبين بين الأحب من هذه الناس ويجعلهم أكبر 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 الآن مع الناس التي تقوموا بها في هذه المدينة هذا سيحب ما نتحدث عنه أولا هذا سيحب المدينة لأن المدينة الآن لن يكون غانبين لأن غانبين لا يتحب على الإيمان لكن زرد على الشرق على الباقية على المدينة لا يتحب على الإيمان عندما تتجعون الأطفال قبل أن اللعبة غانبين من تنبخ الأخرى مختلفة ولكن ما يمتعونهم هو إيمان سيقول نعم أريد أن أريد أن أصدقائي كما أصدقائي وعندما أصدقائي أن أمتها لديها جيدة مع الوحيدين ومعينين 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 سيقول نعم لماذا هي أصدقائي؟ لأنهم هؤلاء بلائمين هم يذهبون إلى المسجد معا هم يتبعون إلى المسجد معا أو المسجد معا أريد أن أكون مثل أمي لأنها لديها جيدة لذا يمكنك أن ترى كيف تتحدثون كيف يتبعون إلى المسلمين كيف يتبعون إلى أن يكون في جنة إن شاء الله وكيف يكون من المسلمين من المسلمين من الله سبحانه وتعالى على اليوم وكيف يتبعون إلى المسلمين وكيف يتبعون إلى المسلمين وقد قال إن أخاف الله هذا يتبعون لنا من يوسف عليه السلام الذي كان في المسلمين العزيز الرجل من أجل في ذلك وقد أتبعونه إلى المسلمين وقد قال إن أخاف الله هو هو أخافنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحب أن كل مسلم يكون مثل هذا وكذا عندما أرى هذه الأمر إنها أتبعون لأكل كبير لأكل كبير لأكل كبير لأكل كبير أحاول أن تجعلك أن تتبعون هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في مدد إن أن تضعوا في مدد إنها مجردية وقد تطولك أخبرك وإنها وقد لفعهم فكرة وقد يكون كل ما الضالحة والمال الواجهة قال لماذا تذهب في الإلترنت ويعرح أن ترطي من موضوع التي تترطيهم فإنها لماذا تذهب إلى المدد ويعرح أن تجد تجد مجموعة تكون موجودة لماذا تترطي لأن تترطيسي الكلام أو أجل أو هذه الأشياء لتنظر حرام علاوات حرام لماذا إذا كنت تعمل في مكان تحاول أن تنظر حرام علاوات حرام معك وكذلك مع حرام النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا كنت في صحيحة التي تعطيك فيها أخاف الله الآن تذهب وحاول أن تجد الناس للناس لتعطي حرام معهم هل ترى الغرارة بين المشكلة المشكلة التي نبي صلى الله عليه وسلم تنظرنا لنا والمشكلة تنظرنا أن أقول ذلك المجتمع المشكلة لتنظر كل هذه تنظرها على الإنترنت تنظر الناس لتنظر الحرام تنظر 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 لا تنظر لتنظر جميع تنظر لن نظر كذلك لا تنظر يتحدث عن جنة رصدقه يتحدث عن شخص الذي يريد أن يكون صحيحاً 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 في طريقة أنه يذهب أن يتحدث لا يحدث عن هذا حتى أنه لا يتحدث ما يتحدث عنه هذا هو طريق أن يتحدث عن كلهم لديهم لأن الإسلام يتحدث أن هناك الكثير من يتحدثون لكنهم لا يتحدث الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق يتحدث أنهم لأنهم لا يتحدثون هذه الناس تحتاج هذه الكثير من أنت تذهب إلى ونحن لا يتحدث عنه لا يتحدث لا يتحدث من لأنهم يعرفون بالبعض هناك مستخدم مقاعدة يتحدث عنها وهي شيء مرحب وقد يتحدث هذا مرحب encourage other people to do the same but النبي صلى الله عليه وسلم he's saying here that that person he is doing it very sincerely because he's doing it only for the sake of Allah سبحانه وتعالى the last category النبي صلى الله عليه وسلم mentioned a person remembered Allah سبحانه وتعالى in his own he's praying at night he remembered the Akhira thought about al-Hisab thought about al-Jannah thought about al-Nar then because of the fear of Allah سبحانه وتعالى he started crying shit tears why he's doing this? because he fears Allah سبحانه وتعالى and Allah سبحانه وتعالى praise those people who are doing this يخرون للأذقان يبكون يخرون خش عن that they go down crying because they fear Allah سبحانه وتعالى brothers, sisters when you cry because you fear Allah سبحانه وتعالى this will wash your heart clean your heart and these tears will prove that yes you have a sincere heart you have a soft heart that it is ready to absorb the advice that the Quran the ayat of Allah سبحانه وتعالى is touching your heart because there is some hearts unfortunately and may Allah سبحانه وتعالى save all of us from that it doesn't matter how many times they are listening to Quran attending a khutbah listening to others but they are the same I ask Allah سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الخاشعين وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فييتمعون حسنا brothers it is as I said invitation to everyone of us all of us can apply justice all of us can be among those their hearts attached to the masjid all of us can build our relation on the brotherhood in iman all of us will keep themselves from the haram all of us can make sadaqah for those who are in need especially these days the people in Syria who are in desperate need for our help every one of us can sit at night remember Allah سبحانه وتعالى and shit tears let us all of us take heed of this hadith and everyone of us today say yes I'd like to be among those who will be under the shade of Allah سبحانه وتعالى when there is no shade except his shade سبحانه وتعالى اللهم افل لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا جميعا من المرخومين في هذا اليوم العظيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وأخذ دعوه الحمد لله رب العالمين وقصد